اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أن الحفاظ على أمن مملكة البحرين وأمان كافة المواطنين وصون حرياتهم وحقوقهم مسئولية حملها منتسب وزارة الداخلية في كافة مواقعهم باقتدار فهم الحصن الحصين والسد المنيع للوطن وكافة أبنائه وأشار سموه إلى أن الجهود الوطنية التي تبذلها الأجهزة الأمنية أسهمت في تعزيز الأمن كركيزة أساسية لموصلة تحقيق النمو في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقال سموه إن تحية التقدير موجهة دائما لرجال الأمن المخلصين حماة الوطن السهرين على أمنه المحافظين على أمان المواطنين والمقيمين على أرضه فما يطلعون به من دور فاعل في مختلف مسارات عملهم الأمني أسهم في استمرار الدفع بعجلة التقدم باعتبار الأمن أساسا للتنمية بما يصب في مسار تحقيق المزيد من النماء المستدام في أمن واستقرار جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب المعالي من كبار المسؤولين معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وكبار الضباط والمسؤولين بالوزارة وذلك بمناسبة يوم الشرطة البحرينية حيث نوه سموه بالجهود المتفانية بروح فريق البحرين لجميع منتسبي وزارة الداخلية من رجال ونساء وعزيمتهم الوطنية الصادقة من أجل مواصلة مسيرة بناء الوطن مستذكرا سموه التضحيات التي قدمها رجال الشرطة لصون وترسيخ الأمن معربا عن تطلعه لمواصلة المسارات التطويرية المتكاملة وتبني التقنيات الحديثة في المنظومة الأمنية كي تبقى مملكة البحرين واحة للأمن والأمان كما العهد على مر التاريخ ولفت سموه إلى أن الجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية مقدرة ومحل اعتزاز دائم حيث أسهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين التنفسية في استقطاب مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية في ظل ما تشهده المملكة من مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات متمنيا سموه لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها التوفيق والنجاح من جهة عرب الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية باسمه ونيابة عن كافة منتسبي وزارة الداخلية عن بالغ الشكر والتقدير على تشرفهم في هذا اليوم بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيدا بالرعاية والاهتمام والثقة التي تلقاها وزارة الداخلية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كما أعرب معاليه عن تقديره لرؤية التطوير والتحديث التي طرحها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما تضمنته من مراعاة لكافة الأبعاد المستقبلية لافتان إلى موصلة وزارة الداخلية نهج التحديث ومواكبة المتغيرات والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في جميع قطاعات الوزارة بما يضمن الاستمرار في تقديم أفضل القدمات الأمنية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر